السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل مع بعض مدخلات النظام. في المحاضرة اللي فاتت. آآ خلصنا الدليل المحاسبي. وازاي نرفع الدليل المحاسبي نكونه ونرفعه. النهاردة هنشتغل على مراكز التكلفة. من شاشة مراكز التكلفة. بعمل عملية اضافة. ومراكز التكلفة ممكن تقسم آآ او تضاف. على حسب الموسم البيعي. او على حسب خطوط الانتاج او ما الى ذلك احنا هناخد آآ مثال بطريقة الموسم البيعي مسلا. آآ فبعمل عملية اضافة. بكتب هنا آآ رقم المركز رقم واحد المركز الرئيسي. في حالة ان انا بكون آآ بكون آآ مركز آآ تكلفة متفرع او فرعي من مركز رئيسي. فبكتب هنا رقم المركز الرئيسي بتاعه. ده اول مركز تكلفة بنكونه مع بعض او بنكاريته آآ مع بعض. فبنضغط هنا طبعا صفر. لان هو اول آآ مركز آآ تكلفة. آآ اسم المركز آآ صيفي مسلا. او انتاج صيفي. هو اوتوماتيك ادي هنا رود ده رقم آآ واحد. لان انا كتبت للمركز الرئيسي بتاعه صفر. آآ النوع بختار آآ النوع آآ من آآ الانواع اللي انا ادركتهاها قبل كده. في تهيئة مركز التكلفة. من تهيئة النظام. آآ بالضغط على السهم دوت بتنزل لنا القيمة. بتفتح القيمة ديت. اللي من خلالها بتر اختار النوع. اختار ان هو آآ رئيسي. اول ما اخترت النوع رئيسي. شال كل الاقول الموجودة الباقية. وبعد كده بعمل عملية حفظ. ماجي هنا بعمل عملية ريفرش. بيزهر لي مركز الانتاج اللي انا عملت له آآ كارية. هعمل بحكارية مركز انتاج تاني. فرعي. آآ خارج من هذا المركز الرئيسي. بعمل عملية اضافة. باجي هنا بكتب آآ آآ رقم المركز واحد. المركز الرئيسي دي. لي هذا السجل موجود آآ مسبقا. لان انا آآ كارية مركز آآ اسمه مركز تكلفة اسمه آآ انتاج سوي فيه كان رقم واحد. فبحتاج هنا ان انا احط رقم المركز الرئيسي مع رقم المركز الفرعي. اللي هو هيبقى واحد للمركز الفرعي وواحد للمركز الرئيسي. رقم المركز الرئيسي بتاعه. بعد كده بضعت هنا رقم واحد. رقم المركز الرئيسي بتاعه. بكتب اسم المركز. آآ انتاج صيفي آآ جزئي مسلا. وبعدين بنزل تحت اختار انه هو هنا اداله الرد اتنين. لان انا كتبت له هنا مركز رئيسي آآ هو متفرع منه. النوع فرعي. لما بختار النوع فرعي بيزهر لي كمان معاها آآ مجموعة مراكز للتكلفة. في حالة ان انا كريات مجموعة المراكز التكلفة بربوطها بيها. بضغطها لسان هنا بتظهر لي المجموعة اللي انا عملت لها كرياشن نابل كده. وبختار آآ منها. بتحت هنا هنلاقي زرار آآ موقوف. او بتاعت موقوف. لو آآ علمت هنا كده موقوف. فبيكتب لي تاريخ الاقاف امتى? وطبعا الخانة ديت او الحق الدور بيسمح لي فيه ان انا اكتب ايه سبب آآ اقاف التعامل مع هذا الفرع. لان المجرد ان انا عدمت هنا اوقف لي التعامل على هذا الفرع تماما فما قدرش استغلوه في اي عمليات. بعد كده هعمل عملية الحفز. وبعمل فلاقينا ان المركز الانتاج الصيفي مركز تكلفة انتاج الصيفي بقى ظهرت جنبه علامة بلس. بادوس عليها. تبدأ تظهر لي شجرة المراكز التكلفة اللي انا شغال آآ عليها. ممكن اكارية مركز تكلفة رئيسي تاني ممكن جدا. بان انا بدوس اضافة. وبكتب هنا رقم اتنين. طيب ازاي هيعرف رقم المركز اللي انا شغال عليه او اللي انا عايز اضيفه. من خلال ان انا بتابع معك آآ ببص على شجرة المركز تكلفة من هنا. المركز الرئيسي بتاعه صفر لان انا عايز ده يكون مركز رئيسي اسم المركز انتاج شتوي. بديه لردة واحد لان هو الاول منه في هذا في هذه المراكز. النوع رئيسي. بعد كده بعمل عملية حبز. اعمل هنا بيزهر لي ادي انتاج صيفي و ادي انتاج شتوي. الانتاج الصيفي طبعا هو اللي جواه آآ متفرج منه انتاج صفي جوزي. الانتاج شتوي ما عملناش منه اي مركز آآ تكلفة فرعي. لكن ممكن نضيف مركز تكلفة فرعي. كمان هيبقى اتنين رقم المركز الرئيسي اللي انا عايز افرع منه. وبعد كده واحد ده رقم المركز اللي انا هستخدمه فعلا. او اللي انا بكاريته دلوقتي رقم المركز الرئيسي بتاعه اتنين. اسم المركز انتاج شتوي جوزي. وبنزل تحت اخضر النوع بتاعه. فرعي. هو طبعا كتب النوع وعمل عملية حمز. لما بعمل هنا بشوف ادي الانتاج الصيفي وادي الانتاج الشتوي خارج منهم انتاج صيفي جوزي وانتاج شتوي جوزي. كده انا ببني شجرة المراكز التكلفة بتاعتي. ودي اول طريقة اقدر اضيف فيها مراكز التكلفة. في طريقة تانية ممكن اضيف فيها آآ مراكز التكلفة بتاعتي. من خلال ان انا بدوس اضافة. وبضغط على السف الزرار اللي عليه علامة آآ اكس دوت. بيفتح لي الشاشة اللي احنا شايفانها هنا. علشان اقدر ارفع منها آآ او ادرج منها مراكز التكلفة. بشيت اكسل على البرنامج. فبخطب بك بقول له هنا هتلي مسار برنامج الاكسل. زي ما احنا متعودين. اللي هو من آآ بتاع الاوفيس الموجود على الكمبيوتر بتاعنا. بعد كده بدوس له استيراد من ملف اكسل. وبجيب الملف بتاعي. بعمل ترتيب الملف زي ما السيستم موضح لنا. لازم يكون ترتيب شيت الاكسل. رقم المركز الاول. وبعد كده اسم المركز. الاسم الاجدامي للمركز. المركز الرئيسي اللي انا آآ بفرع منه. دي بعد كده مستوى هذا المركز اللي انا بكريته ايه او بكونه. بعد كده نوعه آآ وبعد كده آآ المجموعة اللي هو بيانتملين. في بعض ملاحظات آآ آآ رقم واحد يبدأ آآ القراءة من ملف الاكسل من سطر التاني. لانه بعتبر السطر اولاني هيدر. زي بالزبط آآ رفع الدليل المحاسبي. اتنين يجب تهيئة انواع المراكز بما يولاهم البيانات المتخالة في الملف. تجب ان يكون نوع المركز والمجموعة رقاما حسب رقم التهيئة. لكن الاسهل ان انا آآ آآ اكارية مراكز تكلفة بتاعتي بطريقة ديت لان مراكز تكلفة بيبقى عددها مش كبير آآ آآ قوي. آآ فممكن ادرجها على طول آآ في السيستم. جروج. بالطريقة الاولى اللي احنا وضحناها اننا بضيفها من الشاشة آآ هنا. بكده آآ احنا كاريتنا مراكز التكلفة. الرئيسية والفرعية وعرفنا ايه اسهل طريقة آآ ارفع بيها آآ آآ كاريت بيها مراكز تكلفة على آآ في بعد كده شاشة الهيكل الاداري. من شاشة الهيكل الاداري هنا هنببني الهيكل الاداري آآ للشركة. وطبعا ديت آآ بيانات آآ ادارية. لكن هناخد عنها نبدأ سريعة. ازاي اقدر اضيف آآ مركز آآ آآ آسف آآ هيكل ادارية آآ للشركة. بحب بتدوس هنا عملية اضافة. هتبقي هنا رقم واحد في رقم الهيكل آآ اوتوماتيك. حطي للسريل بتاع اوتوماتيك. لان ده اول آآ هيكل اداري يضاف. اسم الهيكل الاداري آآ اقول له هنا. آآ ادارة الاقسام. لو عايز اكتب الاسم الاجنبي بتاعها هكتبه بتاع هذا الهيكل. لو مش عايز مش اكتبه لان هنا الخانة دي خانة اختيارية ان انا ملاها. الهيكل الاعلى منه صفر لان ده اول هيكل. المستوى بتاعه اول ما دست هنا ضغط كليك شمال جوه المربع بتاع المستوى. كتب لي واحد اوتوماتيك. هنا انا كتبت له ان الهيكل الاعلى منه صفر. نوعه. الادارة العامة. والنوع هنا من آآ الهيكل الادارية اللي احنا آآ عملنا لها كرييشن آآ في آآ تهيئة الهيكل الاداري من تهيئة النظام. نوع التقييم لهذا الهيكل الاداري هيكون آآ سنوي الاليويت ده هايبقى سنوي ولا نص سنوي ولا ربع سنوي ولا شهري. زي آآ ما آآ الشركة بتشتغل او طبيعات المنشعة بتاعتي بتشتغل في تقييم الموظفين والهيكل الادارية بتاعتي اختار. وليكن هنقول آآ ان هو شهري. وبعد كده بعمل عملية تظهر لنا هنا ادارة الاقسام. ممكن اضيف هيكل آآ آآ اداري آآ جديد متفرع من ادارة الاقسام من خلال الضغط على آآ اضافة. هنا هو كتب لي رقم الهيكل اتنين اوتوماتيك. الاسم بتاعه الادارة المالية مسلا. لو عايز اضيف الاسم الاجنمية بتاعه هضيفه. لو مش حابب اضيفه. طبعا ده متاح لها جدا. لان ده اه حق الاختياري آآ ان انا ملاه. مش اكباري لانه باللون الاوية زي ما احنا شايفين. بعد كده الهيكل الاعلى منه اللي هو ادارة الاخسام ورقمه اهو. رقم واحد. هكتب هنا رقم واحد. المستوى اول ما اضغط هنا. هيديني المستوى آآ هو طبعا آآ نوعه هيكون آآ تبع آآ الادارات. ونوع التقييم بتاعه شهري. في حالة ان انا عايز اوقف التعامل على هذا الهيكل آآ المعملات عليه آآ في السيستم هدوس هنا آآ موقوف. فبيزهر لي من المستخدم اللي واقف رقمه واسمه وتاريخ التوقيف حصل امتى? والخانة ديت اجباري ان انا اكتب فيها ليه انا واقفت آآ التعامل مع هذا الهيكل الاداري. اولا بدوس موقوف هنا لون هتحول للاصفر زي ما احنا شايفين. فالسيستم مش هيسمح لي اعمل سيف غير لما اكتب هنا آآ بيان ليه انا عملت ايقاف لهذا الهيكل. بعد كده بدوس او حفظ. نعمل هنلاقي هنا ادارة الاقسام خرج منها الادارة المالية. ونكمل آآ آآ اضافة آآ مراكز آآ اسف الهيكل الادارية بالطريقة ديت. ونخرج منها شاشة بيانات الموظفين شاشة آآ ادارية تختص بكل بيانات الموظفين ونتعلق بيانات الموظفين. آآ ودي آآ بتكون موجودة في الكورش بتاع الاتش او ار. يشرحوها باستفادة جدا. بعد كده شاشة الحسابات الوسيطة. شاشة الحسابات الوسيطة ديت اللي ظهرت لي بناء على ان انا اخترت في التحقيق العام للنظام. ان انا هستخدم حسابات وسيطة للفروع. اللي هي كانت من هنا. الاختيار دوت. من التحقيقة في المتغيرات العامة. هنلاقي الاختيار دوتا هو متعلم عليه. آآ صح. اللي هو اسمه. استخدام توسيط آلي لحساب جاري الفروع. فبالتالي بيطلب مني ان انا آآ ادخل هزي الحسابات الوسيطة. اللي السيستم هيستخدمها اوتوماتيك بين الفروع. فبختار من فوق رقم الفرع. فهنا ببعمل عملية اضافة. طبعا احنا ما كريتناش غير فرع واحد على النسخة اللي احنا بتشتعل عليها هنا. فاسستم اختارها اوتوماتيك. لكن آآ لو فيه اكتر من فرع او مجدوسة السهم ده وبتنزل القيمة فيها كل الفروع. بختار الفرع اللي انا عايز احط له الحسابات الوسيطة بتعطي وببدأ اشتغل على الحسابات الوسيطة لهزه هزا الفرع. وليكن مسلا هناخد حساب اوراق الدفع مسلا. باجي اقف هنا. في حساب اوراق الدفع وبادوس اف تسعة. بيفتح لي كل الحسابات آآ من الدليل المحسبي. باجي في السرش هنا فوق وبكتب كلمة دفع. فجاب لي اوراق دفع في بنك كيوان بي. لما بدوس انتر اسمها ظهر جنبها هنا. اسم الحساب ظهر جنبه هنا. وكزلك اوراق القبض. وما الى زلك وحساب فروق الاعتماد. كل دي حسابات تكون موجودة في شجرة الحسابات دي. اول آآ تبويب هنا. آآ زي ما احنا شافين الشاشة فيها اربع تبويبات. الحسابات الوسيطة. الحسابات الوسيطة اتنين. المرتبات الوصول. آآ اول آآ واحدة الحسابات الوسيطة ديت هم واحد. دي بتكون خاصة بالحسابات الوسيطة لتعاملات الفرع نفسه من حيس فروق العملة. ووراق الدفع وراء القبض خاصة بالفرع. الاسناف المفقودة وزي دفع مخازن هذا الفرع. حساب فروق اللي هتمدل الفرع دوت. فوري الكسور الفرع دوت. كل الحسابات دي خاصة بمعاملات الفرع. بعد كده الحسابات الوسيطة ديت. خاصة بمعاملات آآ الفرع. ايضا. زي حساب فوارق التحويل من الفرع دوت لفرع آآ آآ تاني. او من فرع تاني آآ الفرع اللي احنا بنعمل له الحسابة الوسيطة بتاعته. حسب فوارق الصرف المخازن هذا الفرع. حسب فوارق الصرف المركبة اللي اجريت آآ المخازن الفرع دوت برضو. حسب وسيط عملاء الاجل وما الى ذلك واستبدال النقاط لو في آآ نظام النقاط شغال في الفرع دوت. بعد كده تبويب المرتبات. حسب وسيط مستحقات الموظفين والتبويب دوت بيبقى خاص لمستحقات الموظفين للفرع ده اللي هو فرع مصر. كلهم بنفس الفكرة بقفل خندية وبدوس اف تسعة بيفتح لي شاشة الحسابات وبختار منها الحساب الموجود. طبعا احنا انا ما فتحنا الحساب بالشاشة الحسابات دلوقتي. مش مدرك فيها مش مدرك في دليل الحسابات. حساب آآ وسيط مستحقات الموظفين. فبترى اروح اكاريته من الدليل المحسابي وارجع تاني اضيفه هنا. بعد كده الاصول وحسابات الاصول برضو بتنزل آآ هنا بنفس الطريقة. الاصول الخاصة باصول هزا الفرع التبويب بخص باصول الفرع دوت. لما بختار فرع تاني بتبقى برضو التبويبات دي تتخصة بآآ معاملات الفرع. وبعد كده بادوس ودي الطريقة اللي باضيف ديها الحسابات الوسيطة للفروع. كده آآ بنضيف الحسابات الوسيطة آآ بتاعتنا. بعد كده شاشة ربط الموظفين بالمهن الوظيفية. ودي شاشة ادارية. بربط فيها الموظف آآ بالوظيفة بتاعته. الوظيفة اللي ضفنوها من المهن والموظف ضفنوه من المستخدمين. بربطهم آآ ببعض. وده بيشرح آآ بشكل آآ آآ اعمق وبشكل مستفيد في آآ الكورس آآ الاتش آآ الخاص ببرنامج مونيكس. التلات شاشات آآ آآ الاخرانيين دول آآ هنشرحهم آآ في المحاضرة الجاية ان شاء الله رب العالمين. هم هنحصين بالحسابات المدينة والدائنا الاخرى. هنكتفي بهذا الخضر. اتمنى المحاضرة تكون كانت سهلة وبسيطة. آآ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته.